السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم الشباب عاملين ايه? معكم زملتكم. رانا قسيمة فرق الرابعة. اه هنتكلم ان شاء الله محاضرة جديدة للنهاردة في حبيبنا. اه المحاضرة سهلة وبسيطة ولزيزة جدا. اه بعد ما نخلص المحاضرة ان شاء الله هنتكون سهلة بالنسبة انتم بس كده تقروها خلاص انا فهمتها وضمانت المحاضرة ديان. المحاضرة اصلا عبارة عن كلام بيتقرر. اه كلام شبه بعضه. كلام انت ممكن تستنتقه عادي. يعني مش لازم اكون حافظه. طيب اه هي بتتكلم بها عن ايه? بتتكلم عن يعني ايه? يعني ايه? يعني علاقة الفيزيكا بالاخرين بالواجبات والمسؤوليات والحاجات ديها. طيب يعني هنتكلم طيب ايه النقطة اللي انا هتكلم عليها النهاردة? اول حاجة هتكلم اه عن اه ازاي نعمل ما بين حياتنا الشخصية الصحية وما بين الحياة العملية. طيب تاني حاجة هتكلم علي التبس اللي انا ممكن اه اتتبعها او اعملها علشان اتجنب الارهاق اللي بيحصل ليه في حياتي والدوشة اللي بتبقى في دماغي كتير. كمان لازم اعرف ايه دور الفيزيكا في ان هما في البرموت بتاعت البابليك هيلز. طيب هنعرف برضو بتاعت 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 كمان الرول بتاعت الفيزيكا في ازاي. اه طيب ازاي اه طيب التكنولوجيا كان لها دور عمل ازاي في حياتنا. اه خصوصا يعني لها حياتنا العملية في ان احنا نمارس الطب ازاي. طبعا التكنولوجيا كان لها دور كبير كده وهنا نتعرف عليه. اول حاجة لازم نعرف البلانس. اهو تومنتين الهلسي وورك زي نعمل ما بين حياتنا العملية او ما بين حياتنا الشخصية. في مواقول بتقول لك ان فيه واجبات كبير جدا واجبات كتيرة جدا تجاه نفسك. ان الجسمك عليك حق. تمام? في واجبات كبيرة جدا لنفسك لازم انت تتبع علشان ما ترهجش نفسك زادة عن اللازم وتحملها فوق نفسها. وبالتالي دخلت في مشاكل كبيرة جدا مشاكل اكتئاب مشاكل ارهاق ظهني مشاكل مش عارف اطلع منها. طيب اه مناشي قال لك علشان تعمل ما بين حياتنا العملية وحياتك الشخصية. في بعض الحاجات كده لازم تقوم بتعملها في حياتك الطبيعية الروتينية. عشان تعمل دا. وهم عبارة عن تمن حاجات. طيب ايه هما? اول حاجة انت لازم تاخد ما بين كل حاجة والتانية. عملت شغل جامد. عملت مجهود. زاكرت كتير جدا. آآ لازم اخد مثلا لو انت زاكرت الوقت ساعة ساعتين. انا ليه ان انا اخد عشر دايق غاية تلتي ساعة. طيب ايه همية اللي انا باخده دين? قال لك البريك انت بتاخده دون بساعتك ان انت تريح نفسا خالص تريح كسمك خالص تريح زهنك من اي تعب انت كنت فيه. وبساعتك ان انت تعيد شحن نفسك مرة تانية. اما انا شحن نفسي مرة تانية فبالتالي هاجي ابس المجهود. هلاقي نفسي انا مش تعبان جامد فيه. لا بالعكس ده انا ابس المجهود ده وانا حابب الموضوع ده. على عكس اما انا باشتغل مسلا او بزاكر. زاكرت ساعة اتنين. طيب الساعة الاولين انا انا مركز. الساعة التانية تركز قلي شوية. الساعة التالتة مش مركز. الساعة الرابعة انا مش عاوز تزاكر اصلا. طيب بعد كده تاني يوم عاوز تزاكر تلي نفسك اصلا انت ما عندكش آآ طاقة تزاكر لانت زاهم من يوم اللي قبله. لكن انت ما بتدي نفسك بريك ما بين كل حاجة. آآ ده بتعيد شحن نفسك مرة تانية وبتلاقي نفسك بتنجز اكتر وبتركز. تمام. طيب تاني حاجة لازم آآ تاخد آآ وقت كافي للنام. طب وقت كافي للنام بتاعي دوان انام يعني ايه انام للهو ست تمن ساعات عشر ساعات اتناشر ساعة. قالك ده اصلا بيختلف من شخص للتاني يعني آآ احتياجه للنام او احتياجه للراحة ده بتختلف من شخص للتاني. بس بس احسن وقت ان انت تنام فيه ان انت تنام بالليل. اه جعلنا الليلة سكنة. انت بالليل آآ جسمك بيحتاج نوع بيرساح كدا. فيه هرمونات بتتفرس بالليل. ده بتساعدك ان ان انت جسمك يرتاح. فعشان كنا بتكي تقوم بكرة الصبح آآ تلاقي نفسك في مركز اكتر بتلاقي نفسك ريدي لاي حاجة جديدة ممكن آآ تعملها في حياتي. تمام? يبا احنا اتكلمنا على اتنين بوينت صغر دلوقتي ان انت لازم تاخد ما بين كل حاجة والتانية. ده حاجة لازم تاخد آآ آآ عشان ده يساعدك على التركيز وساعدك ان انت ترتاح كويس جدا ويساعدك ان انت تبقى جاهز لكل حاجة جديدة تانيوم. وان النوم افضل وقت ليه اللي هو ان لازم تنام بالليل. طيب. كمان الاكسرسايز. اكسرسايز ده مهم جدا. انت تمارس الرياضة بانتظام ده مهم جدا. ازاي? ده اصلا انت ما بيتمرس الرياضة كل يوم. زي. زي مسلا انت بتجري كل يوم مسلا لمدة نوم ساعة. انا بمشي كل يوم مسافة كزا لكزا لمدة كزا. انا بعمل مسلا تمرين في البيت. طبعا انا بروح الجيم مسلا مواريتين ثلاثة في الاسبوع ده بيساعدني في dia? ده بيساعدني ان انا فيالي الحياة والشغل ان انا ببقى موجودة فيه طلوعات. كمان بيساعدني ان انا ابقي جسمي صحي. اكيد يعني كلنا بنعمل ده كمان اخلي جسمي صحي وان انا اقالي الموجود عنه. طيب كمان لازم تاكول وجبات صحية. الوجبات الصحية دي نبعد خالص عن الفاصل عن 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 اي اكل بيتعمل برة. لانه كل الاكل بتحمل ببرة. معظمه بيبقى قardi ومعظمه بيقى فات. فده انا اصلا مش هيديني الطاقة اللي انا محتاجها اصلا. بس بالتالي هو هيديني اصلا طاقة قصيرة. كمان معسمها بيبقى في حاجات بيبقى فيها مواد جافة. فبالتالي انا مش هستفيد منها بحاجات زي ما دخلت زي مخارجة بالصب. طيب اه طب انا ما اخد هيرس فوت ده بيساعدني في ايه? برضو بيساعدني ان انا اخد انرجي كويسة جدا. اه الانرجي كويسة ديان بتساعدني ان انا اركز جدا في شغلي. ان انا ابقى فوكس لاي طسقة انا بعمله. تمام? طيب برضو لازم تتواصل مع الاخرين. ما بقى شخص معزول عن الاخرين منطوي على نفسي حابس نفسي في البيت. او ان انا ابقى منطوي في شغلي يعني من بيتي لشغلي بس. اه او ان انا ابقى في شغلي بس ما بكلمش مع اي حد. اه ده كده مش هيساعدني بحاجة اصلا. احنا كمان كشغلنا كادا احنا لازم نتعلم ازاي نتواصل مع الاخرين ان انت هتواصل مع كتير جدا. وبالتالي انت لازم تعمل ما بينك وبين اصحابك تعمل اصحاب اه كونكت ما بينك وبين بتاعتك. ما بين ده هيساعدك ان انت برضو تقلل. اه ديك كبير جدا. وكمان يديك افقار كتير كده بحياتك حاجة انت مقتش واخد بالك منها اصلا. او كنتش واخد بالك منها. ده هيساعدك انت تاخد بالك منها اصلا. الحاجة ده انا كنت بعملها غلط لقد انا خلاص هتعلمت ان انا اعملها صحي ازاي. الكونكت ده مهم جدا. كمان اه اه سات الحاجة اللي هو لازم تعمل حدود. في هنا معلومة عاوز اقول لكم عليها ان الحدود دي مش شرط تكون حدود ما بينه وبين الاخرين. لا في حدود ما بينه وبين نفسي. ازاي يعني ايه حدود ما بينه وبين نفسي? ان انا اعمل حد ما بينه وبين نفسي ان انا ما حملهاش فوق طاقتها. ما اديهاش تسقاط كتير جدا. اه 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 اخلي جسمي وعقل الزهني. هي بقى امور هاك جدا. ما يقدرش ان هو يستوعب اي حاجة. وكمان لو هو عمل اتسق ده ان هيعمله مش كويس. طب مرة في التانية في التالتها تلاقي نفسك اصلا مش اقدر تعمل اتسق بتاعك انت. مش اتسق بتاع غيرك. لا اتسق بتاعك انت مش هدير تعمله. فبالتاني انت تعمل ده مهم جدا في شغلك وفي حياتك وفي حياتك الشخصية. اه وما بينك وبين نفسك علشان ما تتعبش نفسك زيانا. لا يقالف الله نفسا الا وسعه. فبالتالي ما تحملش نفسك في اطاقتهم ما بينك وما بين نفسك. او انت ما تخدش تسقاط من حد تاني. انت عارف ان الشخص ده اناني. انت عارف ان الشخص ده بحمل عليك كتير كدا. لكن انت مش راضي تتكلم وتقول وانا مش اقدر. فبالتالي انت بتتعب نفسك زياد. مع ذي كده. لازم تحدد تسقاطك. ولازم تحدد اولوياتك. طب انا ما يحدد تسقاطي والاولويات اللي انا هعملها. بالتالي انا احدد الحاجات المهمة اللي انا هعملها في الاول بالتالي ده يساعدني ان انا ادير وقتي كويس جدا وادير شغل كويس جدا بصورة فعالية كويسة جدا في تسقاط مهمة دلوقتي ان انا اعملها دلوقتي في تسقاط لانا ممكن اجلها في تسقاط انا ممكن معملهاش خالصة اني ملهاش لازم تمام بعد كده اسكف رهيل لازم تطلب المساعد مش عيب خالص ان انت تطلب مساعدة من اخرين سواء كانت المساعدة دي من حد كبير منك أو المساعدة دي كانت من حد صغير عنك بس عنده خبرة ان هو عمل الحاجة دي قبل كده وخاد الريزولت كويسة جدا فانت ممكن تستفاد منه كويس جدا ده بيساعدني في ايه ده بيساعدني ان انا اقدر ان انا اعمل شغلي دون بصورة كويسة بمساعدة الشخص دون وكمان اتجنب الارهاق ان انا ممكن ان انا ممكن يكون تسك عندي دون والتسك ده انا عارفة ان انا مش عارف اعمل الواحدة ولازم احد يساعدني او نطلب المساعدة من احد علشان نعمل التسك دون طب انا ما طلبتش المساعدة ما طلبتش المساعدة انا هعمل التسك دون بس هي بقى ارهاق كبير جدا ليا وما اجي في تسكتين خاصة بي انا بقى او في تسك بسيط انا مش هقدر اعمله بالتالي انت ما تطلب المساعدة من الاخرين لا بيساعدك تكتسب اصلا انت كده اصلا تختسب كويسة جدا وبتنجس التسك انت فيه من غير ما ترهق نفسك. تمام? نقول تاني ايه هي الحاجات اللي انا بعملها? او لازم اعملها علشان اعمل جبر جدا ما بين حياة الشخصية وما بين حياة عملية. اقولك ان جسمك عليه حق. ايه جسمك عليه حق ديان? اول حاجة انت لازم تاخد ما بين كل شغل والتاني لازم تاخد تانية حاجة لازم تاخد طيب. تانية حاجة لازم تمارس الرياضة منتظم. لازم تاكل واجبات صحية. واجبات معمولة في البيت ويلضم. كمان لازم تتواصل مع الاخرين. كمان لازم تعمل ما بينكم بالاخرين وما بينكم بالنفسك. كمان لازم تحدد اولوياتك وتسقاطك. كمان لازم تطلب المساعدة لو انت احتقتها. تمام? نجي لتاني بوينت بقى هنتكلم عليها. هي يعني ايه يعني ايه يعني ايه اللي انا بعملها علشان اتجنب الارهاق. الارهاق اصلا. ايه يعني ما بقاش زي الشخص اللي هو الراس مولعه دوان. ده شخص مرهج جدا. عليه تتقط كبيرة جدا. حسس بارهاق كبير جدا. مش قادر يبزأ لاي مجهود حتى لو كان صغير. علشان يقدي حتى توسكي حتى لو كان صغير برضو. طب ايه التيبس دي اللي انا بعملها علشان اتجنب بروناوت. قريبة جدا من التيبس او الحاجات اللي انا بعملها عشان نعمل ما بين نحية الشخصية. او الحاجة لازم تعمل اه لازم تعمل حد ما بينك وما بين الاخرين وما بينك وما بين نفسك. طيب. اه طيب ده بساعدني زي ان انا بيساعدني ان انا اقدر اه ده بيساعدني ان انا اقدر اقرر امتى ابتأ وامتى انتهي من شغلي وبالتالي ما بقاش لزق في شغلي بس. لقد ان ليه حياة شخصية تانية اه لازم اهتمي بها برس. كمان لازم تاخد بريكس ما بين كل حاجة وتعملها التانية لازم تاخد بريكس ده بيخليك تقالي الارهاق كتير جدا. اه طيب البريكس اللي ممكن اخده مسلا انا اه زي مسلا انت ممكن اه تخرج تتماشى شوية ان انت شوية تتأمل. اه فيه هوية انا بحبها مسلا معينة. اعملها بحب ارسم بحب اقرى مسلا. اعملها ده دم ده وانا هيخرجني برا المود وخليني ان انا اصفي زهني وجسدي. خلاص اعملها عايد. طيب. بعد كده لازم تحدد اهمية اه العناب نفسك. مش معنى ان انا احدد اولويتي وتسقوتي ان انا مهتمش بنفسي. طبعا لازم اهتم بنفسي. لازم اهتم بنفسي. اسعادها ان هي ترتاح. اسعادها ان اتعادش احنا نفسها مرة تانية. زي ان انا اعمل ان اقرأ ان انا وان انا هتوصل مع عائلتي برضو. آآ وده بيساعدك كتير جدا ان انا اهتم بنفسي. كمان يعني امبالج امبالج دي مش معناها آآ اللي هو الانبالج دي اللي هو لازم تفصل. يعني افصل. دلوقتي انا خلصت شغلي. وروحتي البيت واقعت في البيت. عائلتي لها حق علي. لازم اعود معيهم. طيب. حاعد معهم ازاي? وانا مسك الموبايل. حاعد معهم ازاي? وانا مسك اللابتوب طول الوقت. وانا بكلم مش عارفة مين وكلم مين ومين ومين. لا انا لازم ابعد عن اي حاجة كانت لها علاقة بالشغل اي تكنولوجي انا كان لها علاقة بالشغل او اي حاجة كنت بعملها آآ في الشغل ابعد عنها لان دي وقت بيتي. طيب ده يساعدني ان انا اركز اكتر مع بتاعتي وحياة شخصية اكتر. طيب كمان دلجيت يعني ايه دلجيت? دلجيت دوا مش ان انت تسيب كل حاجة لأ. دلجيت دوا بيقولك ان انت ما تخافش ان انت تسيب التسقاط او انت تأكد التسقاط او انت آآ تطلب المساعدة من الاخرين لان ده مش هيقلل منك بالعكس انت هتقدي كل حاجة تمام. وكمان هيساعدك ان انت المسؤولية ان انت تاخدها في شغلك هتقدر تأديها كويس جدا. آآ وما تبقاش اوبرلوض عليك. طيب ايه هي التبسل بتخليني آآ اقل الارهاق? ان انا احط حواجز. ان انا اخد بريكس. ان انا اعتني بنفسك كويس جدا. ان انا آآ ابقى ان انا افصل. وكمان دلجيت. طيب. آآ التالي بوينت نتكلم عنها هي الرول بتاعة الفيزيكانز في البروموتينج. طب ايه هي دور الفيزيكانز اللي هما الدكاترة او الاكبر مننا شوية آآ في ان هما يركوا بالحياة الصحية العامة. قال لك بيبقى لهم دور كبير جدا. طب ايه الدور بتاعهم? قال لك دورهم ان هما المسؤولين عن الرعاية الصحية اصلا. آآ وان هما المسؤولين ان هما يتواصلوا مع الانديفجولز والكوميونيتس ويدوهم النصايح. آآ النصايح هذه قدامها تفيتهم في حياتهم الشخصية والصحية. خلاص. ادها لهم. وآآ هما مشيوا بها. خلاص تستفدهم انا ما مشيش بها. انا قلتها لهم خلاص لاني ده دوري. كمان بتساعدني ان انا اتعرف على الموجودة في المجتمع وفي الحياة العامة او الصحة العامة. وان انا اشوف لها حلول واضراحة لها. طب زي ايه البروبلمز دي زي هم اقصرها يعني موجود عندهم. طيب برضو آآ الفيزيكانز اللي هم دور كبير جدا. آآ في انهم يقدموا الخدمات الصحية. وان هما يشوفوا الخدمات اللي احنا قدمناها ديان بقى. هل هي فادتهم فعلا ومنعت الحاجة دي ان تحصل ولا لا. طب بيعرفوا زي دي ديان قالك عن طريق وعن طريق الحاجات ديان. وعن طريق سوربي. سوربي اللي احنا اللي بيعملوه بعد كده آآ يعني لو خطوه في الكميونيتي اللي هي الاستبيانات اللي بيعملوها بعد كده عشان يشوف الحاجة دي هي فعلا اصدرت عنهم بشكل كويس ولا لا. كمان الفيزيكانز اللي هم دور كبير جدا. بان هما يتواصلوا مع لان ادام الحاجة ديان هيستفيد منها والاوتقام بتاعتي تبقى كويسة. خلاص اعملها عاي. كمان الفيزيكانز اللي هم دور كبير جدا. في ان هما يحسنوا بتاعهم. طيب دلوقتي انا حسنتي بتاعتي وقعدت عليها بحاجة كويسة كده ان الاوتقام عليها كان كويس كده. طيب دلوقتي شافني وانا بعمل معينة ديان او انا بعمل الحاجة ديان في الروتون المعين ده. شافني وقلدني واستفاد منها. خلاص ده برضو كان دوري ان انا اعمل كده. ان انا اشوف الحاجة الصح وعملها علشان يجي يشوفها علي ويقلدها ويعملها ويتفع بها. خلاص بانا اديت فعلا. وده كان جزء فعلا من دوري. يقول تاني ايه دور الفيزيكانز في الفيزيكان هم دور كبير جدا. ان هم يتواصلوا مع الناس. ان هم يقدموا نصيحة للناس. ان هم اه يعلموا الناس العادات الصحية. وكمان يتعرفوا عن المشكلات الموجودة في المجتمع الصحية. ونحاول ندور على علاج لها. كمان ان هم يمنعوا اي مشكلة انها تحصل. اه كمان اه يزودوا الاوتقام اللي جاي على كويس جدا. وكمان هم عبارة عن احنا عبارة عن مودلز. البيشانت بيشوفنا ويقلدنا. ويتشجع ان هو يحمل للحاجة دي ادام هو يستفيد منه. طيب. اه قالك دي عبارة عن اللي هي عبارة عن الصحة العامة. هي دي الصحة العامة. اللي هي اصلا الرول بتاع الكميونيتي اصلا. طيب. في حاجة اسمها يعني ايه معناها دلوقتي انا معلم الناس رعاية صحية كويسة جدا. طيب. الرعاية الصحية دي عبارة عن ايه اللي انا هدها لهم اصلا وهيعود عليهم بايه. خلينا نقول دي بس تبعر اما ايه بعد اما نشك كل حاجة بالتبسي. قال لك اول حاجة ان نسمي ايه دي ضرورية جدا في الصحة العامة. ليه? قال لك ضرورية جدا في الصحة العامة اللي انت بتتعرف على اه اخر اتعاملت قبل كده ده ومعين. اخر اتعامل قبل كده بتكنيك معين. وبالتالي بيساعدني ان انا اعرف اعرف النتيجة دي واعرف التكنيك ده وانا انا ممكن اطبعها الموجود عنده وبالتالي هو برضو يستفيد منه. سواء كان بقى اي تكنولوجي اي اي تريتمينت او اي حاجة. طيب كمان اه بيساعد برضو بيساعد برضو الفيزيكا اللي هو احنا او الاكبر مننا برضو ان احنا نكتسب مهارات جديدة ومعرفة جديدة وبالتالي اه لاوت كومي يبقى عاديد على البيشانت كويس برضو. كمان بيساعدنا ان احنا ناخد كتير جدا. كمان ان احنا نعمل كتير وبالتالي نكتسب خبرات والاوت كومي يبقى عاديد كويس جدا. والكوالية كويس. يعني مختصر الكلام دو ان دو اهمية واي. ان احنا بنعرف اخر حاجة حصلت في الميديسن مسلا. اخر حصلت في معين في تكنولوجيا معين في تكنيك معين. اه وبالتالي انا هيعمله على وبالتالي او تقام اللي بقى خارج من البيشانت كويس جدا. وبساعدنا بكتسب مهارات وبكتسب اي خبرة كبيرة جدا. وبي ادها للبيشانت. فبالتالي تستفيد. يعني في الاخر انا عاوض البيشانت تستفيد. طيب. دوان مش شارك يكون بس. لأ لك ممكن يكون جديد. ممكن يكون استراتيجيك جديد عشان اشخص حاجة معينة. ممكن جديدة برضو. ممكن دوكن ممكن دوكن ممكن دوكن بشانتي كير. ممكن دوكن كلينيكال مانيجمنت برضو. تمام. طيب بعد كده عاوزين نعرف طب ايه دور الفيزيكون برضو فريسترش. دلوقتي احنا هنعمل يهدور الفيزيكون في الريسترش? اقللك الفيزيكون اللي هم في الريسترش. زي ان هم اصلا هم اللي بيتواصلوا مع المرتم. هما اللي بيكمعوا داتة منهم. وبعد كده بيبعطوها للبرتسبان. هما اللي بيعملوا التجارب عليهم ديا. آآ ويتأكدوا ان التجارب اللي هما بيعملها دي استيكال كويسة جدا. يعني اخلاقيا ما فيش اي مشكلة. وكمان امنع على البيشانت ديان. وكمان هما اللي بيرجعوا الريسير الشرشة دي مرة تانية. وهم اللي بينشروها. وهم اللي بيقولها للناس قبابلك يا انا عشان يتواعوا بيها. طيب اخر حاجة نتكلم علىها هي دور تكنولوجيا في ممارسة التب. قالك التكنولوجيا ليها دور كبير جدا في ممارسة التب. ولو لو وجودها مشان يبقى بالتقدم الموجود دلوقتي. طيب التكنولوجيا دي بتتمثل فيه. في قالك التكنولوجيا دي في حياة كتير جدا. زي مثلا انا اطورت من دوا كزا لحاجة تانية. فبالتالي قاللت سايد افكتسا ممكن تيجي منه او كومبريكيشن من كون تيجي منه. دلوقتي قبل كلا ما كانوش بياخده. ما كانوا بيشخصه. كانوا بيشخصه بالحاجات البدائية. البلبيشن والبرقشن والسماعة بس. لو كانت موجودة سماعة حتى ساعد. طيب دلوقتي بقنا نشخص بالكس راي بالسي تي بالامو ار اي باللاب ديجنوسيز في ديفيك تكنولوجيا في الحياة معاينة خلاص. بقنا دلوقتي في تكنيكس اصلا في مناظر بقت تتعمل دلوقتي. اصلا من المناظر كتنموجودة دلوقتي بيساعدنا شخص بسرعة. اه في برضو في العلاج دلوقتي بالكيمو سيروبية او بالريديو سيروبية اكتر يعني او بالليزور بقى في تكنيكس دلوقتي وفي اهلات دلوقتي بقيت تستهدف او ربوس بقيت تستهدف المكان اللي في الحاجة دي. اه وممكن تتحرك مع الحاجة دي برضو لو الحاجة دي تحركت. لو فاكرينا وشفتو مسلا اعلان كانوا جاي في اعلان التلفزيون اه مش فاكرا اسموا بالضبط يعني بس هو كان عبارة عن ريزو سوربي او ليزور يعني كان اللي هو بيعالج في البرين وعارفين ده هو ممكن يتحرك فكان كان بيتحرك مع ده فبالتال يقدر يقتله او يقدر يقض عليه هو بيتحرك معه من غير ما يضر الخلايا تانية او من غير اه ما يبوز لحالة الجسم خالص. تمام? اه طيب التكنولوجيا دي زي ما قلنا هي عبارة عن زي مثل طيب التكنولوجيا دي برضو اه مهمة جدا اللي هي بساعة ان هم برضو يعرفوا زي مثلا في حمل التوعية دلوقتي ان انت اي حاجة انت بتعملها بيبقى في قبون معك او كارت معك كده اه بيبقى في باركوت مجرد ما الدكتور بمساح البركوت بتاعك بيعرف كل هو التاريخ المراضي بتاعك بيعرف انت كان عندك ايه انت عملتها ايه ايه الحاجات اللي انت عملتها فبالتالي بيستعدوا في التشخص ما يرهقوش انه يعمل بقى تشخص من اول وجديد لا ده هي تشخص الانيم فبالتالي ده هيساعد ان احنا نطور من الموضوع اكتر ونحد من الامراض اكتر جدا من غيئة حتى من عدش برضو ندور ده كان في انفلسكيش العمالة كسا او تلعت انفلسكيش الانزدي قديمة جدا لا ده دلوقتي باستخدام التكنولوجيا برضو بقينا نعرف ان احنا نعرف التاريخ المراضي بتاعة الباشنط فبالتالي يساعد الدكتور في ويساعد ان هو يتواصل مع الباشنط كويس جدا الاخر اقول لك ان الولا وجود التكنولوجيا دلوقتي احنا ما كانش لحياتنا العملية او حياتنا فيه الطب بخاصة يعني ما كانش هتبقى اسرع من دلوقتي دلوقتي سرعيتها بايت احسن جدار جدا من التكنولوجيا انا بايت اعرف اشخاص بسرعة بايتعرف البيشنط يخف اسرع وبالتالي يبقى كويس تمام فبالتالي احسن الاوتقام بتاع تلبيشن طيب تعالوا نقول احنا اخدنا ايه من الاول خالص كده كمراجعة سريعة اول حقيقة احنا اتكلمنا ازاي نعمل بالانس ما بين الحياة العملية والحياة الصحية وان البالانس دا وان انت بتاخد بريكس وان انت بتنام كويس جدا خصوصا باللين بتعمل اكترا سويس تاخد تاكل وجبات صحية وكمان ان انت تتواصل مع الاخرين وكمان تعمل حدود حدود ما بين وما بين الاخرين تحدد اولوياتك وتسقطك عشان تعرف المهمة بالنسبة لك وتعمله كمان بتخليك تسأل عن الهلب اكتر تسأل عن الهلب اكتر حتى لو انت عاوز تأدي توسك معين وكم صعب عليك فممكن تطلب المساعدة عادي طيب ايه اللي انا ممكن اعمله علشان اتكنا بالتبس دي ان انت تعمل تعمل حدود اه تاخد بريك هم عبارة عن خمسة اه وتاخد بريك كمان اه هو تحدد الاولوية ان انت لازم تعتني بنفسك كويس جدا اه كمان انت بقى مبلش لازم تفصل ودي لكيه طيب ايه رول الفيزيكم في برموتنج بوبلي كيلس قلنا لهم دور كبير جدا في برموتنج بوبلي كيلس عن طريق ان هما بيتواصلوا مع الناس وبيعلموهم وبدوهم النصيحة وكمان يتعرفوا عن مشكلات الاجتماعية او الصحية الكبيرة جدا المغضة في المجتمع ولا حد كبير جدا نستلقبسة ونحاول ندور ده على حلول وكمان اه اي حاجة بيعملها لازم عشان احسن بتاعة وان هو يستفاد اقدر استفادها طيب ده اسمه طيب سيم ايه قلنا سيم ايه دون هو عبارة عن ايه سيم ايه دون هو عبارة عن ميديكا الان انا بعمله دون مع انترية الرسلت انا بشوفها اول باول والابديتز اللي حاصلت كتير جدا واي حاجة حاصلت جديدة سوية في التكنولوجيا او في التكنيكس مثلا علشان استفاد منها واخد منها كويسة كده كويسة كده. وبالتالي. آآ بتاعت تبقى كويس. طب دور انه هما اللي بيتواصلوا مع المرضى. هما اللي بيعملوا معلمة التجارب. هما اللي بيشوفوا التجربة اللي عملتها دي اي ساكل ولا لا. هما كمان اللي بنشروها. وهما كمان اللي هما آآ هما كمان اللي بيقولوا للبوبليك علشان نستفادوا منها. دور التكنولوجيا ان التكنولوجيا دي مهمة جدا. لو لو وجودها دلوقتي مكناش هنعرف لشخص بسرعة مكناش هنعرف ندي اصرع. والبيش انت ما كانش يخافي بسرعة. تمام. تعالوا بقى نحل كم سؤال كده سوغنون مع بعض. اول حاجة بقول لك عشان تعمل موازنة او توازن ما بين حياتك العملية وحياتك الشخصية. اكيد اكيد برضو. طيب اكيد طيب اه اول زباف اكيد طبعا هي بقى اولو زباف لان دول كانت الحاجات اللي انا بعملها. علشان تتجنب الاهراق. تعمل اه اكيد اه درجات ماشي. ماشي. اولو زباف هيتبقى اولو زباف. طيب بعد كده. طيب قالك ان هما دورهم طبعا. طيب دونت ادبوكيت فر بقول ستشنجز قلنا لا ده هما اي حاجة. احنا قلنا اي حاجة. ادم فيها مصلحة اعملها. لا طبعا غلط. اه انو زباف هتبقى. طيب. بتاعت اللي هو سم ايه? مهم في ايه? اه ماشي. اه بيشانت كير ماشي. او بي اندو كلينيكا درايار. ماشي. اه ماشي. اه ماشي. 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 طيب. اه 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 طبعا. نقولنا نهي دلوقتي بقينا زمان خلص. سيم مقيم. كان هلبي هلسكي البروفيشنل. استيق قرنت وزتشنجز ان رجوليشنز ان دستور الفولكر اكيد طبعا. يبقى دي صح ودي صح. اه ودلوقتي اقدر اقول لكم ان شاء الله المحاضرات تكون كانت سهلة وبسيطة وما فيهش اي مشكلة وما فيهش اي كلمات انتم معرفت وهايش. اه وان شاء الله تقروها في قل من دقتين حتى. فبالنسبة لكم تبقى تمام. تحلوا عليها سؤالين. ويبقى خلص كده تمام. قبل ما نقفل بسي ستقلكم ما تنسوش الفيدباك. عشان احنا بنتعلم منه كتير. واي دفكت بنبقى عملناه مسلا بنحاول نعدده على القدم ونقدر. السلامة. اشتركوا في القناة